الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، كيف يمكن الحصول عليها؟ سأشرح لك فيما يلي. يمكن الحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة بعد الإقامة في إسبانيا لمدة عشر سنوات. أولاً يتم الحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات، وبعد خمس سنوات أخرى يمكن تقدم الحصول على الجنسية الإسبانية. هذا يعتمد على فترة الإقامة في البلاد. عندما تكمل العشر سنوات، يجب أن تكون قد اشتزد في ذلك الوقت اختباراً أو اختبارين. إذا كنت من أمريكا اللاتينية عليك فقط اجتياس اختبار واحد في الثقافة العامة وهو اختبار بسيط وإذا لم تكن لغتك الأم هي الإسبانية والتي تشمل بلدان غير أمريكية اللاتينية يجب عليك اجتياس اختبارين واحد في الثقافة العامة والآخر في اللغة الإسبانية يجب أن تتعلم اللغة الإسبانية ليس فقط للتحدث بها بل لفهمها بشكل أعمق للتعبير عن الأفكار والمواقف لأن شخصا سيتحدث معك بشكل مباشر لتقييمك غالبا ما يكون رغم ما قد يبدو عليه الأمر الاختبار أكثر تعقيدا بين الاثنين حسنا بعد إكمال العشر سنوات تتقدم لاختبارك أو للاختبارين وتنجح فيهم ثم تطلب الحصول على الجنسية الإسبانية والتي غالبا ما تمنح في غضون أشهر حسب حجم العمل لديهم في ذلك الوقت آمل أن تكون هذه المعلومات قد أفادتكم وإذا كان لديكم أي استفسار يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني أو التواصل معنا للحصول على مزيد من المعلومات آمل أن تكون قد استفدت تحياتي 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 تحياتي